موسيقى 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 عندنا اول شيء نبدأ بشرح القاعدة الاولى future will be going to طبعا المستقبل مع be going to نستعملوا عشان نتكلم عن الخطط المستقبلية بي هنا تكون عبارة عن ايش عن الفعل بي واذا بتعرف عنه انا شرحتك في احد الديهات السابقة الرابط بيكون في الديسكريبشن نبدأ بشرح القاعدة عندنا بي له ثلاثة اشكال am is are تمام فمثلا بقول انا بسافر للاردن هذه خطة مستقبلية انا متأكد اني بسويها عشان كذا قولنا going to وام هنا هي البي اللي في كلمة بي going to طب النفي حقها هيكون انا لن اسافر الى الاردن انا لن اسافر الى الاردن انا هنا النفي ودائما يكون النفي او كلمة نت سنحطها قبل going to وعندنا السؤال يكون هل ستسافر الى الاردن فنحط اول شيء اللي هو الفعل بي نحطه في البداية عندنا الفعل بي هنا هو ايش نحط الضمير واللي هو ايو وبعدين نقوم نكتوب بعدين نكمل السؤال الاجابة ينقول نعم سأسافر لا لن اسافر ننتقل اللي بعده عندنا الاسئلة المعلوماتية اللي اذا استعملناها نستعملها عشان نسأل عن معلومة معينة عندنا ادوات عشان نسأل اول اداء what واللي معناها ماذا وتستعمل للسؤال عن فعل فمثلا نقول what are you going to do in your vacation ماذا ستفعل في اجازتك when ثاني اداة واللي معناها متى عندنا which او معناها يعني اي how كيف where اين هو من how long كم المدة ننتقل اللي بعده عندنا اللي هو مكان الصفة احيانا تيجي الصفة before in nouns قبل مقابل بعد الاسماء مثل ان ترتكت is an exciting place هنا exciting جات قبل الناون واللي هو place واللي معناها مكان واحيانا تيجي بعد الفعل b مثل ان ترتكت is exciting ننتقل اللي بعده عندنا التمرين a complete the article use the adjectives in the box اكمل المقال واستخدم الصفات الموجودة في المربع او صندوق عندنا ساحلي دنيز كثيف خصب رطب محلي استوائي الاجابات number one castle number two denise number three virtual number four local number five tropical number six هامل ننتقل التمرين b add the question words match the questions and the answers قم باضافة اللي هي الاسئلة او كلمات الاسئلة المفتاحية ثم قم بتوصيل السؤال باجابته نقرأ الجمل number one which suitcase are you going to take ما هي الحقيبة التي ستأخذها طبعا اجابتها e واللي هي the red one it's new الحمراء لأنها جديدة او هي جديدة number two are they going to travel هل هم داهبون للسفا number three is he going to do when he arrives ماذا سيفعل عندما يصل number four are they going to ride to هل سيقومون بالكتابة الى five are we going to stay هل سنبقى number six are we going to get there هل سنصل الى هناك a in a beautiful hotel في فندق جميل b to their parents لوالديهم c they're going to take a bus سوف يستقلون الحافلة d they're going to arrive in the morning سيصلون في الصباح e the red one it's new الحمراء إنها جديدة if he's going to rest سوف يرتع الإجابة بتكون number one which والإجابة e number two how c number three what if number four who b number five where a number six when d ننتقل اللي بعده عندنا present progressive القادة مشروحة تلاقون شرحها تحت أو الرابط future with going to and will تونا شرحناه قبل شوي ممكن نستبدل going to and will واخر شيء عندنا time expressions for the future في عبارات نستعملها مع المستقبل واللي هي tomorrow night ليلة الغد this year هذه السنة on Thursday هذا الثالثة soon in an hour في ساعة أو خلال ساعة next month الشهر القادم عندنا زي ما قلنا ب going to تستخدم للتكلم عن الخطط أما will زائد maybe أو probably تستخدم للتكلم عن الخطط غير المؤكدة أو غير محددة مثل I am going to travel to Europe أنا سأسافر إلى أوروبا يعني أنا متأكدة أني سأسافر اللي تحت I probably want to stay in a hotel ربما لن أبقى في فندق ممكن أنا مع الصديق نمتقل اللي بعده عندنا تمرين C complete your schedule for next Saturday then ask and answer questions with a partner أكمل جدولك ليوم السبت المقبل ثم اطرح الأسئلة وأجب عليها مشارك try to arrange a time to meet and do homework together حاول ترتيب موعد للقاء والقيام بالواجب المنزلي معك عندنا هنا سؤال أو فوق عندنا زي المحادثة What are you doing at 2 o'clock next Saturday ماذا ستفعل الساعة الثانية يوم السبت القادم I am getting a haircut How about you سأقوم بقص شاري ماذا عنك عندنا الجدول أنا هنا حالته تقدروا تغيروا ولو تلاحظوني حاطة بعض الفراغات تقدروا تكتبوا فيها اللي تتبعون عندنا جدولي أنا في الصبح Go to gym at 9 a.m. مثلا أروح للنادي الساعة الساعة بعدين Afternoon اللي هو الظهور Learning English at 3 p.m. أتعلم انجليز الساعة ثلاثة آخر شي عندنا Evening المساء Watch a movie at 7 p.m. نتابع فيلم عندنا اللي بعده على اليمين جدول صديقي بنقول في الصباح Read a book at 6 a.m. قراءة كتاب الساعة الساعة ممكن نقول في الظهور Draw أو Play football 4 p.m. نلعب كرة أو رسم Go shopping meet my friends أروح أتسوق أو أقابل أصدقاء الساعة ثمانية طبعا انت بعدين تقدر تحط البكت اللي رح تقابل زميلك فيه ننتقل الحين لتمرين دي Look at the expressions in the books Work with a partner Ask and answer انظر إلى التعبيرات الموجودة في المربع أو الصندق اعمل مع شريك اسأل وجاوب About their future plans Use going to and well اسأل وجاوب حول خططهم المستقبلية استخدم Going to and well هنا عندنا نزل المحادثة A Where are you going to go on vacation this year إلى أين أنت ذاهب لقضاء إجازة هذا العام B I'll probably Go to Dubai How about you سأذهب على الأرجح إلى دبي ماذا عنك A I'm going to visit my grandparents سأقوم بزيارة جدة عندنا And يوم تيجي تسأل تقدر تقول كذا Where are you going to go this إلى أين ستذهب هذا بعد أن تحط هنا المدة مثلا من الصندق tomorrow بكرة this week this month this year tonight next month next year next Tuesday soon on the weekend ممكن بعد تسأل تقول what are you going to do this ماذا ستفعل هذا مثلا step to do this Saturday to do this year to do this vacation وبكلا مكن رسولنا لنهاية الفيديو سألتك في الوقت نهاية الفيديو سألتك في الوقت سألتك في الوقت من المترجمات بكلا محمل